توصيل رؤية مصر لهذا التجمع سواء كان من مؤتمر باريس أو قمة القاهرة أو كل اللقاءات والاتصالات الهاتفية لقادة العالم برئيس مصر بيبقى دا الهدف الرئيسي ولا ايه يا حضرت؟ دا صحيح دا صحيح جدا ودا دليل على تبني مصر للقادية الفلسطينية على مدار 33 يوم وهو دعم لعدم تصفية القادية الفلسطينية ووقف اطلاق النار وكيفية مدى الفلسطينيين بالمستعدات خلال الفترة القادمة وفصل الدولتين والرجوع لحدود 67 وعاصمة القدس والنهاردة الوزير سمح شكرا اكتها خلال هذا المؤتمر ايضا في مؤتمر قمة السلام اكتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال الاتصالات بزعماء العالم يؤكدها مران وتقرارا خلال الاتصالات الدولية مع رئيس عبدالفتاح السيسي ولابد من تنفيذ هذا القرار حفاظا على سلامة جميع المؤتمرين داخل لكن المحللين بيقولوا اسرائيل لا تؤمن إلا بالقوة يعني احنا بنادعوها احنا وكل الدول العربية وكل دعاة السلام في العالم بقالنا دلوقتي من سنة 47 ساعة تقرارت دا حقيقا بتاع فلسطين الانتدابية الغاد دلوقتي لكن مش هتقعد على تربيزة وحتى لما وفقت على هدنة النهاردة قلت لك الهدنة دي تكتكية في تعاند كبير جدا خلال الفترة ماضية والدليل على ذلك لا يعقل ان وزير في الحكومة الأسرائيل يقول لك لابد من ضرب غزة ببنوي لا يعقل ان وزير في الحكومة اه طبعا دا التصريح دا يا فندم ما فيش اي رد فعلي دولي ما فيش رد فعلي دولي دا تصريح وزير التراص منذ دقائق ايضا كان فيه لقاء للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإسرائيلية لقال لك حنستمر في العملات البرية حنستمر النهاردة في قطاع غزة وتقسيمه لمناطق معانى لكيفية السيطرة عليه فالتعاند الإسرائيل مازال مستمرة حتى زي اللحظة بنا نجي نرجع النهاردة لبعض متابعة هذا الملف خلال الثلاثة وثلاثين يوم وفي تعاند واضح جدا وهو ما نشوف الوكالات الأنبال العالمية والتصرحات اللي خارجي من الصرير خلال الأيام الماضية ما بيقولوا ايه يعني ما يتم نزوح ما يقرب من حوالي اتنين مليون للحدود المصرية بالمقابل النهاردة ما مصر عندها تسع مليون ضيف داخل مصر ايما يكونوا احداشر مليون وفيش أدنى مشكلة وده طبعا مصر ترفضه مرارا وتقرارا مصر دا عامة لاستقرار القادية الفلسطينية وعدم تصفات خلال الفترة الماضية وده يدل على ان فيه هدف معين لإسرائيل ودعم خارجي وانا بقولها عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وفيه هدف معين ودليل على ذلك النهاردة لا يعقل ان الأسطول البحري موجودة في المياه الإقليمية في البحر المتوسط النهاردة لدعم العمليات المستمرة بالذات الغواصة ايزنهاور اللي هي النووية دي جايبينها عشان يعني زي نوع من أنواع الرضع عشان إيران وعشان بقية القول الإقليمية محدش يفكر يدخل في الصراع ولا روسيا ولا الصين ولا كده عشان كان لا يمتد الصراع إلى أماكن أخرى وطبعا ده احنا موافقين عليه احنا بنحذر من امتداده طبعا علشان الغلابة اللي بيتطحنه دول يعني أنا حاسس انه الطفل الفلسطيني بيحاول حط نفسي مكان أب أو طفل فلسطيني مش ممكن يشعر بالأمان وهو بيفقد أهله بيفقد بيته بيفقد زكريات ده فيه أسر بك حتى الأكل بيحس انه جاي له يعني سوري منحة يعني ما هواش عن طريق انتظام عملية الحياة بابا بيشتغل فبيجي لنا فلوس فحياتنا ماشية كويس فاحنا بنتربة تربية آمنة يعني حاجة سيئة جدا طبعا طبعا احنا خلينا بفترة اللي فاتت ضرب جميع المدرس وضرب جميع المستشفيات والأماكن والكنيس والجوامع والمساجد والمدارس اللي تبعا من دقائق قبل ما نخش لها وضربوا مستشفى الاندونيسي مؤخرا وحنا النهاردة شفنا بعض المستشفىات خارجت عن السيطرة ولا تواجد فيها الخدمة الطبية ولا تواجد فيها الطباء ولا تواجد فيها المرضى ولا 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 حاجات كتير جدا لدرجة النهاردة كنا بنشوف العربات اللي هي الأسعاف اللي هي يعني بيتحاول توصل المصابين بيضربوها يعني الموضوع كله لا إنساني في المقام الأول وفي الآخر في جملة قالها سامح شكري النهاردة مهمة قالك هل يستمر هذا الوضع ليسقط مزيدا من الأبرياء يعني كأنه بيقول أين ضمير العالم يعني أنتو تمانين دولة قاعدين وكنا في مصر كان برضو عشرات الدول والكينات وزراء خارجية وقادة وملوك رؤساء وأمراء يعني إزاي متقدروش توقفوا هذه المهزلة وإنتو لما بتعوزوا توقفوا حاجة بتطلعوا قرار في لحظة من مجلس الأمن إذا كان فيه مصلحة إحدى الدول الدائمة العضوية بالذات يعني كلام حضرتك صحيحة ودليل على ذلك أما نشوف النهاردة ما أصحى الحرب الرسالة الأوكرانية العالم كله كان يعني داعم لأوكرانيا وطلعوا بيانات وطلعوا حلف الناتو تحدثوا مجلس الأمن تحدث ومليارات انصرفت خلال الفترة ماضية النهاردة هل اللي بيحصل النهاردة في غزة مش دا دا لا لا على وحشية اللي احتلالة للإسرائيل ودا دا لا لا على عدم وجود الإنسانية ودا دا لا لا على وجود عقاب جماعة للمدنيين هو اللي بيحصل في أوكرانيا ومش بالمثل النهاردة بيحصل في غزة فطبعا أنت عارف نبيبة في موامات أكثر بمراحل على قلية وزهاب إن أوكرانيا عندها سلاح بتعرف تحارب يعني عملت بعد العمليات العسكرية قدرة تدفع عن نفسها لكن النهاردة انت بتعمل عمليات برية وعمليات جوية مع أطفال ومع نساء ومع لجال وفي مقابل فصيل في مقابل حركة يعني فصيل بينضرب بالطيران وبينضرب بالمدفعية فاندم دا 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 بعد التصرحات النهاردة إسرائيل استخدمت ما يكره من حوالي 30 طن متفجرات 30 طن متفجرات النهاردة يعني انت بتتكلم تم إيبادة بعض الأماكن في غزة يعني ما نشوفه النهاردة بعض الأماكن في غزة نهاردة تم إيبادتها نهائيا وانتهت يعني نهاردة طب في رأيك التأسيم اللي معمول دا والخط اللي هم عاملينه دا يعني ممكن ممكن يؤدي بالقضية إلى مزيد من الحشر للفلسطينيين في القطاع الجنوبي بس ولا فيه أهداف أخرى بعيدة عن هذا الأمر كل الأهداف وردة أو مش بعيدة أقصد عفوا يعني استكمالا لهذا الأمر إيه الخطة اللي وراء أن هم يفرغوا شمال غزة بالكامل مثلا يا فندم هو كل الأطرحات اللي احنا تكلموا فيها والهيئات الدبلوميسية المصرية وبعض الدبلوميسين الخارجيين هم بيتكلموا اللي عندهم هدف وهو كيفية تفريغ قطاع غزة من 2 مليون أو 2 مليون 2 مليون و2 مليون ونص من قطاع غزة لنزحوهم إلى الحدود المصرية خلال الفترة القدمة وده الهدف الرئيس الإسرائيلي اللي بتسع عليه منذ سنوات سنوات والقوات المسلحة احنا شفناهم خلال الأيام الماضية بيأكدوا ميرانو تقرارهم شفنا كلمة قائد الجيش التاني وبقولك احنا على تم الاستعداد لحماية الأمن القومي المصري في جميع أطياف الدولة المصرية خلال الأيام القادمة واحنا شايفين أيضا مكان رئيس مجلس الرزولة دكتور مصنفة مدبولة معامل المؤتمر الصحفي على معبر رفح وأكد ميرانو تقرارا دعم مصر للقضايا الفلسطينية وعدم تصفيات القضايا الفلسطينية الهدف واضح وده مرمى ومسمع العالم كله وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال ما تخافوش على مصر ومحدش يقدر علينا فكل ده دلائل دلائل واضحة وما خافية كان أعظم وأكيد الجهزة الاستغباراتية المصرية على علم بكل كبير أو صغير بما يحدث داخل فلسطين وما يحدث لازم نرفع القبعة للإدارة المصرية والهيئة الدبلوماسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي موقف واضح وقاول دعم القضايا الفلسطينية رغم التحديات الصعبة التي تمر بها الدول المصرية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الأزمات الاقتصادية وعلى الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد العسكري المصر موقف واضح جدا ودعم الأشقال الفلسطينيين وعدم تصفيات القضايا الفلسطينية وقيفية وقف اطلاق النار وفصل الدولتين والرجوع لحدود 67 وعصامتها القدسة من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات الداخلية والخارجية واستمرار الاحتلال الصهيون على ضرب غزة خلال اليام الماضية